إيمان إقامة صلاة نفق هذا ينتفع بالقرآن الكريم هذا ينتفع بالقرآن الكريم بغير هذا القرآن الكريم ليس صيدلية أدوية والتعامل مع تجزئة القرآن الكريم بهذا الشكل فيه إساءة للقرآن الكريم أنا ما بقول لك المريض لا تقرأ عليه لا منقرأ عليه وبركة الآيات القرآنية قطعا موجودة لكن أنا بتكلم عن التعامل مع القرآن الكريم كالتعامل مع الصيدلية أريد آيات للرزق أريد آيات لكذا أريد آيات لكذا لا خرج القرآن الكريم عن مقصوده القرآن أعظم من هذا أعظم لا بأس وما في مشكلة أنه نقرأ آيات معينة على أمراض معينة ما في مشكلة اللي قرأ الفاتحة وشافاه الله عز وجل وقلوا هو الله أحد المعوذات لكن بتكلم عن طريقة التعامل نفصل بين أمرين مش معاهات القرآن ما بنفعلها مع هذا الله أنا بتكلم عن طريقة التعامل مع القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين الله يحييكم جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي متعاونين مع شاشة عمان تيفي وبرحب بكل إخواني أخواتي اللي متابعينينا كمان على صفحتنا على الفيسبوك فحياكم الله وجميع نسأل الله أتباره تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما لأنه دائما وأبدا لازم نذكر أنه في قانون عند الله عز وجل مش معقول كرة القدم فيها قانون وكرة السل فيها قانون وطريقة صنع المنسف إلها قانون وطريقة صنع المسخن إلها قانون كل هذا إلو طرق وأن الله عز وجل ليس عنده قانون لا الله في عنده قانون وقانون الله عز وجل لا يحتاج شهود قانون الله عز وجل هو المطلع عليه قانون ربنا هو الذي وضعه وهو المطلع عليه وطريقة الحساب هو الذي يتولاها والله سريع الحساب يعني احنا لازم يكون عندك تفكير في ان ربنا ما خلقنا عبثا هاي من جهة ومن جهة ثانية ان الله ما خلقنا حتى يعذبنا يعني عشان يغلبنا لا 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 معاذ الله وتعالى الله عن ذلك علوة كثيرة فلا خلقنا عبثا ولا خلقنا تعذيبا ولا خلقنا بغير قيود سبحانه وتعالى لكن هاي القيود اللي ربنا حطها المقصود منها انك تعيش احلى حياة المقصود من هذه القيود ان تكون في ارقى درجات الانسانية لانه اليوم البشر يفتقدون الانسانية البشر في زمننا يفتقدون معاني الانسانية لان الانسانية ليست شكل والانسانية ليست لغة والانسانية ليست اكلا ولا شربا ولا طريقة معيشة ولا طريقة سكن في ناس يفكر اذا سكن في بيت صار انسان لا مش صحيح البشرية في زمننا تفتقد معاني الانسانية لانا عايش شكل الانسانية لكن الشكل الاستهلاكي الشكل التسلطي الشكل الذي فيه القوي يأكل الضعيف الشكل الذي يميل الى الشهوات دون النظر للعقوبات اذا هذه شكل الانسانية مش حقيقة الانسانية لان حقيقة الانسانية اسمها الرحمة هذه حقيقة الانسانية لو واحد سألك سؤال قالك انت يا مسلم ما هي فلسفة وجود الانسان يعني شو هالانسانية شو معناها نقول له معناها الرحمة ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل نبيه وقال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فعلى قدر وجود الرحمة فيك على قدر ما تتحقق فيك من انسانية على قديش فيك رحمة قديش فيك انسانية كلما زادت نسبة الرحمة في قلبك كلما زادت فيك الانسانية وكلما قلت الرحمة في قلبك وفي حياتك وفي التصرفاتك وفي وجدانك كلما قلت فيك الانسانية الانسانية مش اننا كل يوم بستهلك عشرين لتر مية ما بحسبوك انت اليوم قاعد والله بستهلك كل يوم عشرين لتر مية وبستهلك كل يوم ثلاثة كيلو خبز وبستهلك مش عارف قديش لحم وبستهلك مش عارف قديش كذا فانت صرت عبارة عن حسبة لا تتحقق فيك الانسانية على قدر ما يتحقق فيك من رحمة والرحمة مش ضعف رحمتك بلسانك ألا تغتاب ولا تنم ولا تفضح ولا تشتم أقول لكم من الآخر أعطيني مرة مرة وحدة النبي عليه الصلاة والسلام شتم خصما له خصم خصم أعطيني مرة من المرات النبي شتم خصم إله هاي كل كتب السنة والسيرة قدامنا هل صدر من رسول الله شتما لإنسان على وجه الدنيا كل كتب السنة والسيرة قدامك متى سيد النبي شتم إحنا اليوم مش عدوك إحنا اليوم داخل البيت الواحد لأنه فقد قيمة الرحمة اللي بقلبه يعني فقدت إنسانيته صارت الشتائم بين بعض الناس ببعضهم عاد عن أبناء العلم خلنا نقول السلفي مع الصوفي والأشعري مع مش عارف مين وكذا يعني اللي بتشوفوا أنتو بالتلفزيونات أعطيني مرة من المرات شتم النبي إنسانا حتى أكثر من هيك يوم الأيام النبي مع أصحابه ففي واحد راكب على ناقة فلعنها يمكن غلبته قال لعنة حيث سامين طبعا قال لعنة الله عليها قالوا النبي إنزل عنها إنزل عنها أمرك يا رسول الله قال لا يصاحبنا ملعون ما بتمشي معنا ما بتمشي معنا ناقة 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 مش بني آدم لا يصاحبنا ملعون وهي ناقة ممنوعة تمشي معنا شف إحنا قديش اليوم ألسنتنا تلوك أعراض بعضنا ونحكي على بعضنا ما بمصدق على الله نمسك على واحد ما ممسك وما منصدق على الله واحد نلقط إني عليه غلطة وما منصدق على الله واحد نشوف إني عليه شوف وما منصدق على الله حتى تلوكه ألسنتنا حتى ألسنتنا تبدأ تتكلم فيه حرج منحرق بعضنا وين هذا من الدين واخرنا بقول لكم اللهم اسكن للغيث ولا تجعلنا القانون والله العظيم لو ربنا سبحانه وتعالى بده ياخذنا بس مو عنده قانون سبحانه وتعالى كمان تفهمنا كيف تتصرف بالشغل أسفين بالسوشال ميديا لعنات ومسبات بالأعمالنا بالمشعار بأسواقنا بطرقاتنا بسياراتنا انت حبيبي صلاتك وصيامك علي عنا وراسي بس النبي عليه الصلاة والصيام مش عن صلاة والصيام لتتحقق فيك الرحمة على قدر رحمتك تتحقق فيك الإنسانية الذي لا يرحم مش بني آدم والله لو إنه بأي منصب ولا بالسمع يلبس إذا لم يكن في قلبك رحمة فأنت لست بإنسان على قدر وجود الرحمة على قدر ما يتحقق فيك الإنسانية هذا بنا نعلم لأبنائنا اليوم ونفهموا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي حتى إحنا مرات على المنابر اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وشل أركانهم ويتم أطفال يعني موجود عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعو بهذا الشكل مش لأنه بحبهم لا معاذ الله بس حتى لا يصدر من لسانه كلام يتعلمه الناس ولذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما كان طعانا ولا لعانا الطعان اللي بيطعن في كل حدا أقول لك أنا بدي أدلك مدى اللي بينه بينك اليوم أنت أقعد مع أصحابك اليوم بكرة وقت ما بدك اختبرهم يا أخي اختبر اختبر هالناس اللي حواليك جيب سيرت إنسان اللي بتعرفوه أنت وكلكم وشوف شو راح يأكو هاي أنا وياك أنتو أربع وأنت الخامس إذا ما الأربع طعنوا اختبر ما كان رسول الله طعانا ولا لعانا ليش ما عنا احنا جرأة ومقدرة اسكات الذي يطعن ويلعن ليش ليش ما عنا قدرة ليش ما عنا الجرأة نقوله اتقي الله ليش ما عنا هالجرأة هاي ليش لما نمسك شل واحد احنا يلي قاعدين ما عنا جرأة بالعكس احنا منصير نجامله ونجاريه بالكلام اللي بيحكيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا جرأة في ناس عنده هذا مبدأ في حياته يطعن في كل شيء يطعن في كل الناس ما حدا عاجبه لا شيخ عاجبه لا سياسي عاجبه لا اقتصادي عاجبه لا جار عاجبه لا مرى عاجبيته لا ابن عاجبه لا ما حدا عاجبه ويظن بذلك انه انا لما بحكي على الناس معناته انا صرت اترقيت درجة لا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا اه ما كانش طعان ولا لعان بالناس لا حتى بالاشياء ان اعجبه اكل عن الاكل وان لم يعجبه ترك ان اعجبه اكل اقول لك ده اتجرب اكله هاي صرت بعطيك وظيفتين اليوم جيب سيرت واحد قدام صحابك وشو شو بيحكي التجربة الثانية يا اخي اي بيت من بيوتنا فيه خل فيه بيت من فيه وش خل يا سيدي بدنا نطبق هالسنة امسك بس خبزة واحدة خبزة واحدة بديك تمسك خبزة واحدة وتغمسها بخل وتأكلها واشوف شو مشاعرك هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعي الى بيت صحابي فلب النبي دعوته فلما جلس النبي في بيت الصحابي قدم اليه خبزا وخلا خبزا وخلا فقال الصحابي يا رسول الله والله لا اجد في بيتي غير الخل ما عندي فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال نعمل ادام الخل يا السلام على هاللقمة الطيبة شو هالاكل الزاكي جبر خاطر المعزب رفع معنويته بيض وجه المرأة اللي جوه اللي قدمت الخبز والخل ادخل الفرحة والسرع ع قلوب العيلة شرف المكان بالزيارة رفع قيمة الرجل لانه هو رئيس دولة وزار مواطن عادي وما ذم الخل انا بس بدي طلب منك اليوم يا سدعي بأي لحظة من لحظات انا ان شاء الله بعد ما اخلص الحلقة بدي اغمس خبز وخل اقتداء بالرسول عشان اقولك اه صلى الله عليك وسلم صلى الله على محمد صلى الله هذا اللي بدح النبي هذا اللي بثمي الخل اللي مدحه النبي شوها النبي العظيم ولا يكسر بخاطر صحابي لا ولا يكسر بخاطر صحابي ولا يحرج اهل البيت لا ولا احرج اهل البيت ولا يكسر خاطر المعزب اللي جوه ما عندهاش شيء تقدمه للنبي غير الخل وهالغرغي في الخبز لا ولا يكسر بخاطره تقدر تجرب اليوم خبز وخل هاي معدد إنسانية مش الإنسانيين لا بس بدلوا قرافة مش الإنسانيين وشو نوع ساعتك ولا نوع سيارتك ولا أنك مطرز على القميص أول حرفين من اسمك معناته أنت إنسان عظيم ما حد قال لك حرام بس مش معناته مش هاي الإنسانية مش هاي الإنسانية في مفاهيم غلط تحتاج أن تصحح في توجهات خاطئة بروسنا تحتاج أن تصحح في ثقافة مجتمع تحتاج أن تصحح أولها تركة الطعن واللعن والإساءة والشتيمة والانتقاص من حقوق الآخرين عشان تتحقق فيك إنسانية أمن هذا تبعين اللي سيبك منه إفلان إيه سيبك منه إفلان إيه زلمة إفلان إيه إفلاء كل ما جبته سيرت بني آدم يطعن فيه فالله عز وجل هذول الجماعة نزل فيهم سورة سبحانه وتعالى قال ويل لكل همزة لمزة خلصنا بس حفظينا صح؟ اقرأها اليوم صلاة المغرب مش هنذكر نفسك فيها ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن ماله أخلده؟ كلا كلا لينبذن في الحطمة أنت بتفكر إذا كان معك فلوس يعني إنك خالدين فيها أبدا؟ لا لا إنسانيتك بمقدار الرحمة اللي بتحقق في قلبك الله يرحمنا وبرحمة تقول اللهم آمين رحب فيك ودائما أبدا فيه ذاعة يقين وبرنابج همك همي متعاونين مع شاشة عمان تيفي ومرحب بكل إخواننا وخواتنا اللي متابعين على صفحةنا على الفيسبوك فحياكم الله جميعاً لا أدفن روحي في دنيا لا تسبل روح بما يفنى يا مرحباً حياكم الله جميعاً في إذاعة يقين وبرنامج همك همي وبرحب بكل إخواني وخواتي اللي متابعين على صفحةنا على الفيسبوك وأيضاً اللي متابعين على عمان تيفي فيا مرحباً بكم جميعاً أم حسن بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وإحنا كمان نقول اللهم آمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم آمين جميعاً إن شاء الله ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً اللهم آمين 569 33 77 تلفوننا باستقبل اتصالاتكم على رقمنا 569 33 77 يا مرحباً بكم جميعاً نبدأ باستقبال اتصالات ألو ألو يا عكوة محافظ دكتور ألو يا مرحباً أهلاً وسهلاً دكتور بدي أشكرك أنت وكل إبداعك يقين وكل حدث برعني الله يا ربي وشكه يا ربي زي محمدها الجبية الله يحل منك الله يرضى عليك يرضى عليك أنت اللهم آمين ويرضى عليك اللهم آمين اللهم آمين بارك الله فيك الله يرضى عليك ويكرمك وكل إخوانا وخواتنا اللي بتبرعوا لأي حالة من هذه الحالات اللي بيكون معنا على الإذاعة والناس اللي بتفزع والناس اللي بتبرعوا ولو بالقليل عند الله ما فيه إش يسمه قليل ربنا بحاسب على الذرة فمن يعمل مثقالة ذرة خيراً يرى فربنا بحاسب على الذرة سبحانه وتعالى فمبروك ما وصلك إن شاء الله وربنا يقدرنا على كل خير إحنا جميعاً الله يرضى عليك معنا كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله بالله بدي أسألك دكتورة بدي أسألك ابني بتوضى كتير لما يصلي عمره 10 سنوات نعم 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 وبتوسوس كتير بالوضوء وبالصلاة وبعد الصلاة عدة مرات شو الحل مع الحل وحيد؟ إنه هو حل وحيد حل الوسوسة يتعلم كيف يتوضى الوضوء نية نويت الوضوء بعدين بيغسل وجهه كامل بيغسل إيديه من رؤوس أصابعه للكوعين للمرفقين يمين ثم شمال بمسح ولو ثلاث شعرات من رأسه بيغسل رجل يمين غسل رجل شمال هيتوضى الوسوس يا أختي سببها إنه ما بعرف فأنتي وقفي معاه وخلي يطبق هذول الست أشياء فقط النية غسل وجه كامل من منبت الشعر لأسفل الذقن يغسل إيديه من رؤوس أصابعه للمرفقين اليمين بعدين الشمال يمسح شوي من رأسه بيغسل رجل يمين بيغسل رجل شمال تم وضوءه الوسوسوس ما إلها دواء إلا التعلم ومثلها بالصلاة هو بتابع كالسا دكتور بالصلاة كنا الحمد لله بنعرف نصلي فعلمي إياها الآن بتابعني هو بعيد الوضوء المشكلة عدة مرات ويعني أخذها بالمدرسة كيفية الوضوء ودامت بحكيله بس هو بيضل يحكي لا أنا يمكن وضعه مش صح لا 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 ما بصير ندخل بالمجال الوسوسوس الوسوسوس بتخربط علينا ديننا مدام الإنسان توضى مرة واحدة صح خلص وضوءه صحيح فأنت وقف مع علمي يجي توضى أول مرة مرتين ثلاثة وقف معاه إن شاء الله بسلك الله يا رب إن شاء الله يتبقى شكرا دكتور الله يعلمنا ويفاهمنا يا رب يا مرحبا معنا اتصال ألو 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 يا مرحبا مرحبا على صفيل الدكتور محمد أنا بحكي على تنجيل الزرقاء بدي أحكي على تنجيل الزرقاء بدي أحكي أنا أتزوجت واحد أنا أتزوجت واحد أتزوجت واحد أتزوجت لما أتزوجني حكي أنه مشاكل بين مرتين لما أتزوجته بعد سهرين طلقني وأكل حكوبي وأنا بحيث ضرورك صعبة بطي عليه يعني وشو السؤال نبتدي عليه يعني أول نقطة بس بدي أقول لكم نقطة اللي بروح يزوج واحدة ثانية من المروءة ليس من المروءة وليس من الرجولة وليس من الشرف وليس من الأخلاق وليس من الإنسانية وليس من الدين أن تطعن في زوجتك الأولى كل واحد يزوج واحدة ثانية على عاتبه كلما طعنت في زوجتك الأولى كلما نقص دينك وشرفك ومرؤتك وأخلاقك أنت تتزوج أنت حر لكن تطعن لا أنت مش حر خليك رجل وصاحب كلمة وعندك شرف وعندك أخلاق وعندك مروءة يقولون رايح تتزوج لكن أن تبرر هذا الزواج بالطعن بزوجتك الأولى اللي صبرت على مصائبك وصبرت على فقرك وصبرت على شخيرك وصبرت عليك وعلى أولادك وعلى حالتك وصبرت على هذا كله وتذهب لتتزوج ثانية فتبدأ بالطعن بالأولى لا هذا مش رجولة ولا شرف ولا أخلاق هاي واحد نصيحة ثانية للخوات اللي بيجي واحد ثاني وبيجي واحد يتزوجه وبكون متزوج أول ما يصير يطعن بزوجته الأولى ويحمل عليها سيبك منه اللي رح يطعن فيك ويحمل عليك وينتقد فيك ويطلقك لأنه ما يحفظ وده الأولى بدي يحفظ وده الثانية يعني وين الأخلاق وين النقطة الثالثة وأخذ اللي عندك وطلع بتقولي ظلمك دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب نستعيب الله معنا اتصال نطلع فاصل وراجعنا على 569 ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين حياكم الله جميعا يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي ويا مرحبا بالجميع على 569 ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين معنا اتصال سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله طيك العافية يا مرحبا دكتور سألك أنا تخاف من الموت ومن المرض عندي وسواس يعني محا كل من خاف من الموت والمرض كل من خاف من الموت والمرض ماشي يعني بدي آية قرآنية مفيش اسمعي بدأ قولك الشغلة مفيش آيات قرآنية والله عشان بطل نخاف اللي بيخاف من شي يشتغله أنا خايف من الموت بسأل حالي سؤال هو شوفي بعد الموت فيه يا جنة يا نار طيب ده بطل غيبة وبطل نميمة وأتصدق باللي بقدر عليه وأسبح وأستغفر وأذكر الله عز وجل شاء الله بما أستطيع وأي وقت تيجي الموت الله محي إن شاء الله ضرب دكتور سؤال ثاني الله يضع عليك يا رب وإن شاء الله رب اسمعاتي اللي بطمي قلبك نعم الله يسعر أحسا عن الميت مثلا الأواعي لازم تتوزع لا مش لازم ليش لازم عادي يعني لا هذا بصير أين الله عافية وسلمك أنا عندي ملاحظة هنا على موضوع استخدام الآيات القرآنية يعني بعض الناس نظره للقرآن الكريم مثل الصيدلية بدي آيات عشان الرزق بالله نزلي آيات الرزق نزلي آيات الوفق أنا متتاوش مع مرتي نزلي آيات اللي تصلح بيننا أنا ابني مش عم بيسمع كلامي نزلي آيات القرآن مش لهذا القرآن ما لهذا وجد تعاملنا مع القرآن الكريم كما نتعامل مع الصيدلية واستخدامنا للآيات القرآنية كاستخدام للدواء أفقد القرآن الكريم قدسيته وغايته وهذا اللي بتشوفه على التيك توك وبتشوفه على الفيسبوك والله الذي لا إله إلا هو ثلاث آيات من قرأها ما ندري إيش صار له شو الحكي؟ من جابوا الكلام؟ التعامل مع القرآن الكريم أصبح تعامل ماديا بحتا صار التعامل مع القرآن الكريم كما تتعامل مع الصيدلية ومع الأدوية الآية الفلانية مع الآية الفلانية بيطلع نتيجتها كذا والآية من القرآن ما لهذا أنزلي أخوانا الله عز وجل قال في القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب رقم واحد يؤمنون بالغيب لكن الإيمان بالغيب أمر داخل إحنا ما نشوفه فما هو مظهر الإيمان بالغيب؟ ويقيمون الصلاة والثالثة ومما رزقناهم ينفقون إيمان إقامة صلاة نفق هذا ينتفع بالقرآن الكريم هذا ينتفع بالقرآن الكريم بغير هذا القرآن الكريم ليس صيدلية أدوية والتعامل مع تجزئة القرآن الكريم بهذا الشكل فيه إساءة للقرآن الكريم أنا ما بقول لك المريض لا تقرأ عليه لا منقرأ عليه وبركة الآيات القرآنية قطعا موجودة لكن أنا بتكلم عن التعامل مع القرآن الكريم كالتعامل مع الصيدلية أريد آيات للرزق أريد آيات لكذا أريد آيات لكذا لا خرج القرآن الكريم عن عن مقصوده القرآن أعظم من هذا أعظم لا بأس وما في مشكلة أنه نقرأ آيات معينة على أمراض معينة ما في مشكلة اللي قرأ الفاتحة وشافاه الله عز وجل وقلوا أهو الله أحد المعوذات لكن بتكلم عن طريقة التعامل نفصل بين أمرين مش معادة قرآن ما بين فعلاء معاذ الله أنا بتكلم عن طريقة التعامل مع القرآن الكريم بعطيني بالله آيات لكذا هذا الحك تحكي بالصيدلية والآن النقطة المهمة جدا أن الذي يقرأ القرآن الكريم لغاية معينة ربنا يستجب حاجاتنا جميعا يجب أن لا تقرأه بنية التجريب الله لا يجرب الغيبيات لا تجرب الغيبيات تدرب تجرب يعني بقراه بشوف زبطت ولا ما زبطت لا لا مع الله ما في هيك لكن الغيبيات تدرب يعني أقرأها بنية الثقة واليقين أن ما قرأ توسى إن الله سيحققه أيوة هذا بمشي الحال الله يرضى نتأدب مع القرآن مش عن الأخت طبعا معاذ الله نكون قزن عن الأخت بس هي ذكرتني بشيء الفكرة أنه كيفية التعامل مع القرآن الكريم ما تعامل مع القرآن صيدلية تعامل مع القرآن كلام الله المنزل ولو أن قرآن انسيرت به الجبال أو قطعت بالأرض أو كلم به الموت يعني لو كان هناك قرآن إذا وضع على الأرض تسير إذا وضع على الجبال تسير إذا وضع على الأرض تقطع إذا وضعت على الميت يحيى من جديد لكان هذا القرآن إذن هو ثقيل لكن طريقة التعامل لا بدأ تكون فيها غاية الأدب مع الله عز وجل الله يفتع لنا عليكم إن شاء الله جميعاً أنا والله حريص أنه ما يسجل لنا بين أيدي الله عز وجل نوع من أنواع يعني الغضاظة في التعامل معنا التصال رامو عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله دكتور بدي أسألك إذا سمحت بس عن الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية أنا سمحت هانا جبل أكل ما نصنع إذا الوهد بزيد بالدعاء تكون أصور من الصلاة الإبراهيمية أنا تتخذ صلاة نعم صحيح صحيح أماكن الدعاء في الصلاة واحدة منهم بعد إنك حميد ومجيد وبعدين منسلم هاي الفترة قلنا ندعي بأربع جمل إذا زاد الدعاء عن التشهد عند مذهبنا الشافعي بتبطوا صلاته فمندعي بأربع جمل اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وشر فتنة مسيح الدجال هاي أربع جمل فلو واحد قال اللهم اغفر لي اللهم ارزقني وفتح على أولادي وأصلح بيني وبين زوجي هاي أربع جمل فما من مد الدعاء بعد إنك حميد مجيد لعند التسليم لا نمد الدعاء بحيث يزيد عن التشهد دينا معنا اتصال حالو السلام عليكم يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله الحالة بذكر الله يسلمك الله يساعدك أنا حكيت معك بخصوص موضوع يعني بعيدا عن موضوع الحلقة أنا جاسي نعم وحاب بفتح أنك تكون موجود فما برشوه النظام أو إذا بخير أو لأنه أنا ما فهمت إيش الفكرة إيش الأسبوع هذا جاهتي جاهتي جاهتك أنت مبارك 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 بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بكل خير اللهم أمين يا رب الله يساعدك ووصيك وصية النبي عليه الصلاة والسلام لما النساء سألوه قالوا يا رسول الله يعني الرجال الأجر عندهم والقيام عندهم والجهاد عندهم فقال عليه الصلاة والسلام حسن تبع علي المرأة لزوجها التزين والترتيب والأناقة والكلام الحلو يعدل عند الله درجة الصائم القائم فإنوي بزواجك العبادة لا بنا نغايز فلان ولا بنا نغايز عن لان بدنا ندخل في العبادة إنوي في العبادة وحسن التعامل مع الزوج عبادة وإن شاء الله يكون خطيبك بسمعنا وإحنا كمان نقول له ما أكرمهن إلا كريم وإنت إن شاء الله كريم والإبن كرام يريت أني موجود في الأردن كان أجيت يريت لكن إحنا بإسم إذاعة يقين والمستمعين كلنا نبارك لك وندعو الله تباره وتعالى أن يوفق بينكم شكرا لكم على المجاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة اشتركوا في القناة